مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل بخير احييكم من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل واليوم رح نعمل فيديو رائع جدا جدا حبايبي للبشرة رح نعمل زيت سائل الذهب رهيب جدا هذا الزيت رح يكون من الزعفران واليوم رح نتعرف على الزعفران وفوائد الزعفران وشو بيفيدنا الزعفران طبعا حبايبي الزعفران غالي الثمن طيب وينباع يعني كأنه بالغرامات هيك هذا اني متأكدة مو الزعفران الاصلي مخلوط انا شفته طيب بس حبايبي انا بحكي على الزعفران الاصلي انا وصيت عليه بس جابولياك كأنه مخلوط حبايبي وانا عرف الزعفران الاصلي المهم حبايبي انا بتكلم على الزعفران الاصلي الزعفران الاصلي حبايبي هو السائل الذهبي رائع جدا هذا الزيت يجعل خلاية البشرة حبايبي شو نقول بنشطة وبنفس الوقت احبايبي بيزيد من انتاج الكولاجين بالبشرة يعطي للبشرة اشراقة ونظارة غير طبيعية رح نشرح على الفيديو باخر الفيديو ضروري جدا انكم يعني تعرفوا كل شي تخلوه على وجهكم مو تجون على السريع وتخلوه بدون ما تعرفون فوائده بدون ما تعرفون انه هذا ينفع معاكم او لا يا ريت اي اخت حابة اشوفوا الفيديو اللي عملناه من الزعفران على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية اعملنا طريقة رائعة جدا حبايبي اي اخت اذا صلاح اذا فراغات ممكن تستعمله كبديل للثومة او البصل رهيب جدا جدا حبايبي تابعوا الفيديو على قناتي مملكة الفنون اليدوية اما اليوم حبايبي الفيديو رائع جدا وبنفس الوقت سهل الاستعمال طبعا الزيوت اللي رح نستعملها حبايبي او الزيت اللي رح نستعمله لعمل زيت الزعفران رح نستعمل زيت الارغان انا هذا طبعا جابوليا حبايبي من المغرب اصلي مية بالمية اصلي مية بالمية ورهيب جدا جدا العدها زيت الارغان رح تستعمل زيت الارغان لان انا قلت لكم هذا الزيت بيرمم الجلد بيزيل كل خلايا التجاعيد اللي تشكلت بالبشرة تبعتك او اذا اللي انتشرت ببشرتك بالاخص تحت العين بين الحاجبين حول التوم على الرقبة رهيب جدا جدا هذا الزيت ممكن تستعملين زيت الارغان وانا بحكي عالزيوت الاصلية عشان تاخدين نتيجة مية بالمية لازم تستعملين زيت الارغان الاصلية انا زيت الارغان ما قدر اشويه بالبيت الصراحة لانا ما متوفر المهم حبايبي انا اشتريته بس متأكدة من هذا الزيت ممكن اذا ما كان زيت الارغان موجود عندك ممكن تستعملين زيت اللوز طيب من اللي احنا سوينا كمان بيصير كويس او زيت الجوجوبة حبايبي اذا كان عندك زيت الجوجوبة الكويس بذيط Send to our government ضوال او زيت الجوجوب بحبة'm هذه الزيت الجوجوبة الارغان السياسة شخصها peau اي وعد أ 궂ة رح تقول لي يصير زيت الزيتون رح اقول لك인데 게임 راح تقول لي لي بيصير زيت السمسم رح اقول لك يصير بس أنا حابت اخدين اللي اي كنت مفقول��를 الرعد وتعملون بزيوتان جدا يزيوت سُنشط با اخر قطر رح معها اخذ حبايب زيت الارغان وشوفوا العلبة اللي سويتها لان على فكرة هذا مو الاصلي مية بالمية شو نقول الزحفران يعني شو قلكم هيك صغيرة انا اعرفها رخي غالي يعني ينباع هيك بالغرامات ان شاء الله بحاول اجيب الكويس رح تاخدين هيك طرف الملعقة الصغيرة يعني بضع شعريات من بضع شعريات يعني هذا كل شي كثير لانا قلت لكم شو المشكلة يعني هيك طلعوا بضع شعريات تاخذين يعني تلاقى اربع خمس شعريات من الزحفران تخليها شو رح تخلين عليه رح تحطين عليه حبيبتي الزيت اللي انا قلت اختار الزيت اللي انت حابة تستعمليه انا رح استعمل زي ما قلت لكم زيت الارغان لان زيت الارغان عندي شو نقول هو الاصلي مية بالمية وانا حابة استعمله للبشرة رحيب جدا هذا طبعا هاي الطريقة ممكن حتى تستعمل للشعب طريقة رائعة جدا جدا رح تسكري هيك وراح التركي حبيبتي اربع خمس ايام الزحفران عادة دخلتي بالمية بسرعة يحلو يذب كل فوعدة انا عشان مع الزيت حابة ينترك اربع خمس ايام وممكن اسبوعه بدون مصة فيه بدون مصة فيه شو رح نسوي رح اعلمكم الطريقة اللي رح نستعمل فيها الزحفران ما عليك الا تاخدين هيك نقطة من عنده وعلى بشرة نظيفة طيب يعني خلينا نقول هو صار هيك نقطة من عنده غالي هذا الزيت حبايبي وبلشي هيك وعلى البشرة بالكامل معتد تحت العين طبطبي طبطبي حول التوم حولي هيك على شكل دائري سوي عشان تفتحين اذا كانت عندك تجاعد وعلى البشرة بالكامل زيت الزحفران من اغلى انواع الزيوت ينباع يعني شوفوا انا قلت لكم بالارغان اشتريتها كثير غالي زين وحطيتها خلينا قول انتو تحطوه هيك بعلبة كثير صغيرة شوواش قد صغيرة خلوها يعني تقريبا نصباعي صغير واقل حطوا اكم من شعره من الزعفران معه مع الزيوت اللي انا ذكرتها وسيبيها مدة اسبوع بدون مصق فيه واخذي من هذا الزيت بضح قطرات وحطيه على البشرة تبعتك و سيبي وهنامي الحلو بهذا الزيت لو استمرتي عليه رح تاخذين نتائج مية بالمية رح تاخذين النتائج المضمونة مية بالمية طبعا حبايبي يظل عندك بره مو بالثلاجة و ممكن على الكومدين وتبعتك تبعت الميك اف وما في اي مشكلة بالنسبة اليه طبعا حبايبي هاسه حابة اللي حابة تطلع تطلع واللي حابة يتخلى على البشرة و ممكن يستعمل حتى للشعر ما في اي مشكلة شعر حتى للشعر شعرها اصفر تقدر تستعمله لان هذا حطيت فيه مواد ثانية اللي على مملكة الفنون اليدوية هذا للشعر الاشغر ممكن تستعمله طيب الزعفران حبايبي شوف فواده احنا خلصنا الفيديو واللي حابة تطلع تطلع الزعفران فواده حبايبي رائعة جدا جدا يعطي نظارة غير طبيعية للبشرة الاحتواء على فيتامينات رائعة جدا جدا حبايبي زيت الزعفران يعالج البقع الداكنة و النمش حبايبي و علامات التقدم بالعمر بنفس الوقت يعالج الهالات السوداء يعالج حبايبي الهالات السوداء و يبيض البشرة و يجدد الخلايا يوميا تشديد الخلايا ضروري تستعمله يوميا حبايبي زيت الزعفران حبايبي يدخل داخل الخلايا البشرة و يساعد على اصطلاح الخلايا التالفة و يعزز انتاج الكولاجين كل يوم رح يزيل من عندك جميع التجاعد يوم على يوم اذا استمرتي مدة 10 ايام او اول اسبوع رح تشوفين النتائج اتمنى انو حبايبي اني اليوم الفيديو كان حلو كان خفيف عليكم و كان مواده متوفرة قد الجميع اتمنى منكم حبايبي انكم تعملونا لايك و شير و اشتراك و دائما حبايبي اتفعلوني الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد و مع السلامة اشتركوا في القناة